بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم حبيبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي نهاردة حبيبي هقدم لكم طريقة عمل عجة البيض بالجبنة والخضروات طريقة سهلة جدا وبسيطة للعمل العجة هنشوف مع بعض حبيبي المكونات هنحتاج لخمس بيضات اللي هو البيض الكبير اللي هو البيض الأحمر الكبير ونحتاج لربع كبات با PodcastEsan تكون مقطعه برضو مكعبات صغيرة عنيحتاج لتمتمية برضو тонون وما متقطعه مكعبات صغيرة احتاج لتلت عدد فلفل الوان كده هو لو عندك فلفل الوان ممكن برضو يتحطي اللي هو الاخدر اخدر وحمر وصفر ما عندكيش فلفل الوان ممكن تستعمل اللي هو الفلفل الرومي الاخدر ايه العادي وتكون مقطعه ايه مكعبات صغيرة احتاج نص كباية جبنة فيتا او اي نوع جبنة انت حباه يعني ايجي بقى حبايبي في الطريقة اول حاجة حبايبي هتجيبي طبق كده غويت هتحطي فيه البيئ ده و هتحطي بقى الجبنة و هتحطي البقدونس و الكزبرة هتبدأ اللي انت هتخلطيهم كده ايه بمضرب ايه يدوي هتبدأ اللي انت هتديفي بقى اللي هي البصلاية المفرومة البصلاية يعني ممكن اللي انت كمان لو انت حاب اللي انت يعني يعني بدل ما تقطعي البصلاية يعني مكعبات كده صغيرة و مش يعني مش حابة اللي انت يعني البصلاية تبقى زهرة في العجة جامد ممكن كمان اللي انت تبشرهمه بالمبشرة ناعي بعد كده هتديفي بقى البصلاية عديفي الفلفل المكعبات اللي هو الفلفل الروميو عديفي الطماطق عديفيه لخليط البيئ ده و الجبنة و هتبدأ اللي انت بتقلبيهم مع بعض كويس و ممكن برده اللي تتزبطيهم بقى يعني بتشوفيهم مثلا تشوفي الملح رشة كده صغيرة من الملح رشة فلفل اسمر رشة كمو نعم يعني بتزبطي بقى اللي ايه البهارات متحتك وبعد كده هتبدأ اللي انت هتجيبي الصينية اللي انت هتعبلي فيها العجة اللي انت هتدخلها الفرن نعم هتبدأ اللي انت هتدينها بالزبدة او بحبة زيت المتوفر او بسمنة اللي المتوفر عندك بعد كده هتبدأ اللي انت هتصب فيها بقى خليط العجة اللي هو خليط البيئ ده البيئد مع الخضروات وبعد كده هتدخلها بقى ايه دخل الصينية ديت في الفرن والفرن طبعا تكوني مسخنة يعني على درجة حرارة كده 180 يعني مش هتاخد معاكي وقت مدة ايه 20 دقيقة او لما تحس كده اللي هي العجة استوت كده ايه معاكي يعني بعد كده بتقدميها وبالفهنة ده كده حبيبي طريقة عمل عجة البيض بالخضروات والجبنة طريقة سهلة جدا وبسيطة اتمنى للفيديو النهاردة حبيبي تكونوا اعجبكم وتكونوا استفدتم منه بحبكم جدا جدا في الله حبيبي كان معكم حنان الوراكي ومناده وفاتحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته